في البدايات كان يبدو أن الأمور تصير بشكل طبيعي من أجل إنجاز انتقال ديمقراطي طال انتظاره من طرف المغاربة وخاصة أننا اليوم بعد 60 سنة من إخراج المستعمر ولكن بعد التعديل الذي وقعه إدخال أشخاص إلى الحكومة كان عندي تقدير ساعتها بأنه جئ بهم من أجل التشويش ولملائر باك الانتقال الديمقراطي واليوم يتبين أن المهمة الرئيسية الموكولة لأحد أركان الدولة العميقة وانسف الانتقال الديمقراطي هذا ليس اتهم هذا أمور يعلمها المغاربة صغيرهم وكبيرهم ورجالهم ونساؤهم شبابهم وشيبهم كلهم يعلمون بأن هناك يعني أكثر من من مركز للقرار كل يعلم بالازدواجية دي الحكمة والحكومة والقرار دي مثال معروفة والذي يحاول أن يخفيها إنما يدليس على المغاربة لذلك نبغي أن نقول الأشياء كما هي بدون الفن ولا دوران وما يقع اليوم يعني هذا مؤشر مؤشر من المؤشرات والغرض منه هو نسف الانتقال الديمقراطي من كنقوله نسف الانتقال الديمقراطي هو الحيلولة دون أن يحكو الشعب نفسه بنفسه باختصار هذا هو باش يستمر الاستبداد ويستمر الاستغلال ويستمر الظلم الاجتماعي وبالطبع يستمر التركيز للسلطة والإطراء يعني المشبوه العصابات تتصرب إلى مفاصيل الدولة ثم يعني تقوم بنهج السياسة ديال أعطيني نعطيك الفنان تونسي كيقول كل خوفي من ضباب يبدو أن الأوضاع مضبابة لذلك يعني سأحيل إلى أمور يعني قيلات في هذا المضمار هذا سواء في ذلك التعريف ديال المخزن أو القوات التالية أو الحزب السري أو الحزب الإداري أو التمسح والعفاريت أو جيوب منهضة التغيير يعني أو الدولة العميقة الموازية يعني هذه أمور كلها يعني أشبعات نقاش وتحليل من طرف إعلاميين ومن طرف رجالات ديال السياسة اللي هم بطبع رجالات يعني ديال النزاهة ديال النزاهة والشفافية ديالي كوعيد بأنه الذي يقول بأننا في وضعها ديو كأن الأمور يعني واضحة وممأسسة يدجل على المغاربة ويكذب على المغاربة والمغاربة يعرفوا هذا الشيء في كل دوار وفي كل مدينة وفي كل لأنه عند أمامهم أمامهم المسؤولين من مختلف المستويات وبطبع ويلمسون ويحسون بأن هناك هيمنة ليجيها معينة على على الجهات الأخرى في آخر دوار من الدواور ديال المغرب يلمسوا الناس بأن الأمور ليست يعني عادية وإنما يعني 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 السلطة توجد حيث لا ينبغي أن أن توجد ولا توجد حيث نبغي أن أن توجد يعني الكل يلمس هذا نعم وهل يعني تتصورين بأنه يعني يمكن بعد اليوم أن ياتي والي أو مسؤول ثم يستفيد بالطريقة التي استفاد بها ولي الرباطس لا يعني القنيطرة لا أعتقد لا أظن بأن المجتمع والدولة المغربية تتقدم في مناهضة الفساد وفي محاربة الفساد بشكل ربما قد يبدو للبعض يعني بطيئا ولكن هذه هي الأوضاع هذه هي ضريبة الأوضاع الانتقالية وإن بغي يعني أن نمر وأن نخرج من هذه الأوضاعية يعني حتى يعني يعني يتأتل المجتمع والدولة يعني في المستقبل بمعالجة هذه الاختلالات بسرعة بسرعة أكبر وفي الغالب سيتطلب الأمر يعني وقتا ولذلك أنا أحيل بعض الأحيان على مقارنات حتى يتبين يعني صعوبة هذا الأمر ولكن لا أعتقد اليوم أن هناك من يتهم العادلة والتنمية بأنها متورطة في في الأمر وأوحيلهم على تجارب سبقتنا إلى الديمقراطية في ثمانينيات القرن الماضي واليوم اليوم هناك نقاشات داخل هذه الدول دون أن أسميها وتتعلق بالفساد وبفساد رموز قادوا مرحلة الانتقال الديمقراطية اليوم المغرب لا أحد يتهم الأستاذ من كيران أو العادلة والتنمية بالمشاركة في في الإطراء غير المشبوه وكذا كان بعض الملاحظات البعض منها يعني مقبول ولكن البعض منها يعني غير بريء بحيث أنه هذا الجانب اللي مشي بريء هو اللي كي يحمل المسؤولية للحكومة لوحدها وهذا غير صحيح لأن البلد فيها مؤسسة ملكية وفيها حكومة وفيها قضاء وفيها برلمان وفيها أحزاب فيها أحزاب هذه المؤسسات ثم فيها نقابات ومجتمع مدني ومؤسسات دستورية تعنا بهذا الأمر بحال الهيئة دي المنافسة وديها الوقاية من الرشوة والهيئات الأخرى ديها الحكومة ذلك المسؤولية مشتركة وينبغي على كل مؤسسة أن تقوم بالذي ينبغي أن تقوم عليه وينبغي عليها أن لا تحمي المفسدين ولا أظن أن هناك كلام موضوعي في هذه السياق هدايا هم العدل والتنمية مع القوات الإصلاحية اشتركوا في القناة